بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقة الذي بشر العالم بالحياة فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا قال لوقة البشير فيما كان الجمع مزدحما على يسوع يصغي إلى كلمة الله كان يسوع واقفا على شاطئ بحيرة جناشر رأى سفينتين راسيتين عند الشاطئ وقد نزل منهما الصيادون يغسلون الشباك فصعد إلى إحدى السفينتين وكانت لسمعان وسأله أن يبتعد قليلا عن البر ثم جلس يعلم الجموع من السفينة ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابتعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نصب شيئا ولكن لأجل كلمتك ألق الشباك ولما فعلوا ذلك ضبطوا سمكا كثيرا جدا وأخذت شباكهم تتمزق فأشاروا إلى شركائهم في السفينة الأخرى ليأتوا ويساعدوهم فأتوا وملأوا السفينتين حتى أخذتا تغرقان ورأى ذلك سمعان بطرس فارتمى عند ركبتي يسوع قائلا تباعد عني يا رب فإني رجل خاطئ لأن الذهول كان اعتراه هو وجميع من معه لما أصابوه من صيد السمك وهكذا كان ليعقوب ويحنى بني زبد لذين كانا شركين لسمعان فقال يسوع لسمعان لا تخف من الآن تكون صيادا للناس ولما عادوا بالسفينتين إلى البر تركوا كل شيء وتبعوا يسوع حقا والأمان لجميعكم الله معكم أحبائي نحن بهاليوم التنين من الأسبوع الرابع وبزمن القيام المبارك إنجيل اليوم كمان بيذكرنا بإنجيل مبارح بالصيد العجائبي نحن رينا من لوقة الفصل الخمسة هالصيد العجائبي يلي كمان منسميه إنجيل الدعوة عند لوقة بهالإطار إطار الصيد يسوع يدعو تلاميذه يلي هني بطرس ويعقوب ويحنى بني زبد دعوة التلاميذ الأولين عند لوقة مرتبطة بالصيد العجائبي ويلي بيلفت انتباهنا عند لوقة هو دعوة بطرس المرتبطة بسماعه تعليم يسوع ورؤيته للآيات لأنه منشوف ببداية النص كان يسوع يعلم وقبل هالنص كمان منشوف يسوع كان يجترح الآيات الأعجيب بهالنص يلي تأملنا فيه أو يلي سمعناه في ثلاث لوحات واضحة اللوحة الأولى نحن قدام يسوع الواقف أمام البحيرة يعلم ولوقة لما بيقلنا يسوع يعلم أمام البحيرة والجموع قدامه يعني وراء منه في البحيرة وكأنه عم بيقلنا هالتعليم بيفتح لنا أفاق أوسع من أنه تكون تعليم دي يلي عم يطلع بيسوع وراء البحر مفتوح عم بيقلنا هذا التعليم واسع وشامل وهالتعليم بده يدخلنا بمغامرة عم نطلع بيسوع لأنه بعد شوية يسوع رح يطلع بالسفينة كمان هالتعليم دعوة للدخول في شمولية الخلاص في أفاق أوسع ودعوة للدخول في مغامرة مع الرب وبركز لوقة على فعل يقول الجمع كان مزدحما على يسوع يصغي إلى كلمة الله في إصغاء لهالكلمة اللي عم بيقوله يسوع إذن يسوع يعلم واقف في سفينة بطرس البحيرة وراء وبيلفت انتباهنا أنه لا يعم بقول هالكلام لأنه يسوع عادة بيعلم بالمجمع والمجمع اليهودي مكان مغلق هون عم بيعلم في مكان مفتوح عم ينقل كلمة الله من مكان مغلق بيحدد بإطار يهودي إلى مكان في الطبيعة مفتوح على الأفق وبيدعي السامع للدخول في مغامرة مع الرب هيدا المشهد الأول يسوع يعلم وفي إطار التعليم بطرس يسمع كلام يسوع وهالكلام رح بيكون إله فعله من هون ندخل إلى المشهد الثاني بهاللقاء هو حوار بين يسوع وبطرس بس قبل ما أحكي عن هالحوار منشوف في كلمة سفينة بيحكي كتير هون رأى سفينتين إحدى السفينتين يعلم الجموع من السفينة إلى آخره منشوف أنه فأطوا وملقوا السفينتين كلمة سفينة بتتردد أكتر من ست مرات في النص وهذا دلالة على البعد الكنسة لها النص لأنه دايما السفينة في الكتاب المقدس في العهد الجديد ترمز إلى الجماعة وترمز إلى الكنيسة ومنشوف أنه سفينة بتترس محورية بين كل هالسفن وباقي السفن مرتبطين فيها لأنه رح يجو حتى يساعدوا بتترس دعوة بتترس دعوة يسوع لبتترس اذهب إلى العمق من بعد ما توجه يسوع إلى الجموع بإطار تعليمي وبتترس كان حاضر عم يسمع سيتوجه بشكل مباشر إلى بتترس وسؤال يسوع لبتترس اذهب إلى العمق طبعاً عم بيقله كسيات سمك ارجع بسفينتك إلى عمق البحر يعني هونيك الصيد الوافر هو كمان دعوة مش بس بمفهوم الصيد البسيط هو دعوة للذهاب إلى العمق يعني ارجع إلى ذاتك هو دعوة لإلنا اليوم ارجع إلى ذاتك ارجع إلى البحث في أعماقك في داخلك هونيك أكيد عندك أسئلة كثيرة هونيك أكيد عندك بحث وفراغ هونيك أكيد أنت عم تبحث عن من يحبك عم تبحث عن من يعطيك الملء مثل ما لما بتروح تصطاد بتروح إلى عمق البحر لتلاقي صيد وفير عليك أن تعود إلى عمق أعماقك هونيك ستلتقي بالله هونيك ستكتشف قوة الله وحضور الله وخير الله الموجود في حياتك اذهب إلى العمق دعوة يسوع لابطرس بتذكرنا بدعوة الرب في العهد القديم لإبراهيم اترك أرضك وأهلتك وعشيرتك وتعلى المكان يلي أنا بدي دلك علي دعوة إلى الإيمان دعوة إلى المغامرة مع الرب دعوة دايما اتخذني بعكس المنطق مثل ما تكلمنا مبارح من جيل الأحد يسوع يدعو بطرس الصياد لا يرجع من بعد تعبنا بيقوله هون تعبنا الليل كله ولم نستطد شيئا قصة هالصيد يلي كل الليل هو الصيد بفترة الليل وفي تعب وشباك فارغة يسوع يطلب شيء غير منطقي دايما عند الصبح عند الفجر عم برد بترس إلى عمق البحر دعوة إلى الإيمان يلي بياخدك مرات باختبار خارج المنطق البشري دعوة إلى الإيمان يلي بيطلب منك مرات تتخلى عن أمور كتيرة بحياتك تتخلى عن منطق معين تتخلى عن نظرة معينة للحياة حتى تكتشف منطق الله ونظرة الله وتعمل إرادة الله يسوع لما بيحكي بنلاحظ بهالناس بيحكي بصيغة الجمع ابتعد إلى العمق بيقله لبطرس وبيكفي بيقول وقلقوا شباككم للصيد عم يحكي مع بطرس بصيغة المفرد ولكن بنفس الوقت بنشوف صيغة الجمع وهون هالبعد الكنسي الدعوة ليست لبطرس فقط الدعوة لكل الكنيسة لما الرب بيدعي حدا لاتباعه منه عم يدعي شخص هو يدعو جماعة لما بيدعي كاهن لما بيدعي مرسل لما بيدعي أي شخص لاتباعه من خلاله عم يدعي الجماعة لما لما أنا بمشي وراء الرب ما بخلص حالة ما بيكون عم بخلص كنيستة لما الأم بتمشي مع ربنا ما بتكون عم تخلص حالة عائلتها لما أي إنسان بها الحياة بيمشي وراء ربنا ما بيكون عم بيخلص ذاته بيكون عم بيخلص كل الناس يلي معه كل الحوالي مشان هيك منفهم إليه يسوع بيقول له ابتعد إن عمك وقلقوا شباككم بعد بعد كنسة يسوع بطرس لما بينده يسوع بيقول له يا معلم يا معلم إذن بطرس بلش يدخل بهالاختبار عرف إنه يسوع سمع يسوع وكلمة يا معلم فيها دلالة على الدخول شوي وشوي بمعرفة يسوع هو المعلم الحقيقي في إسرائيل بيلفت انتباهنا كمان كلمة الليل لما نبطرس بيقول له يا معلم قد تعبنا الليلة كله ولم نصب شيئاً الليل هو وقت الظلم وقت القلق وقت الخوف ذهبوا هالصيادين بعتمة الليل عاشوا فترة قلق فترة خوف عملوا مجهود بشري ولكن شباكهم كانت فارغة هالواقع بيصور واقع بطرس والتلاميذ بالليل وبالصيد الفارغ يصور واقع البشرية يلي عم يدعيها هي بشرية عيشت ليل مظلم عيشت انتظار في قلق وتنتظر فجر جديد مع الرب إذن يسوع بدعوته لبطرس كانوا عم يقوله سيبدأ فجر جديد بحياتك وبحياة البشري هالنص بخلينا نفهم أكتر وأكتر معنى الدعوة هالدعوة تبدأ بسماع الكلمة كلمة الرب والإصغاء لها الكلمة ثم باختبار قوتها هالكلمة لما بسمعها بتدعيني للدخول في العمق باختبار قوتها باختبار الصيد العجيب ولما برجع إلى البر مدعو أني احملها للآخرين منصلي اليوم بهالزمن زمن القيامي بيوم التنائم للأسبوع الرابع أن نكون على مثال بطرس نسمع كلمة الرب ونعمل بها ونختبر قوتها لنحملها للآخرين أمين المسيح قام حقا قام